المقارنة بالهولوكاست في نظري مقارنة غير واقعية ليه؟ لأن ألمانيا لما دفعت تعويضات على الهولوكاست دفعت تعويضات لأشخاص تعرضوا هما شخصياً لهذه التجربة أو لأولاد ناس هربوا من هذه المعسكرات فإحنا بنتكلم على تعويضات مباشرة على خسائر مادية مباشرة بمعنى أن حد يقدر يقول ده كان بيتي في ألمانيا ده تأخذ مني أنا تعرضت للاتهاك الفلاني إحنا هنا الوضع مختلف وأكثر تعقيداً نظراً للمدة الزمنية اللي مرت على هذا الحدث المطالب فيه بالتعويضات من هذا المنطلق بالحقيقة ما بحب موضوع المقارنات وبعدين ما بحب أن الناس تضع أرقام جزافة لأنه بالنهاية إحنا بدنا نقعد على إذا بدنا بقضية التعويضات والمبدأ بدنا نقعد ونشوف شو هو المنطقي والمعقول ضمن إمكانيات الدولة الموجودة حالياً فنرجع لقضية العبودية يعني استمرار الضرر أنا برأيي هو الذي يعطي مجال للحديث بشكل منطقي عن موضوع التعويضات الضرر العبودية حتى بعد انتهاء العبودية مثل ما شفت انتقلنا لنظام تمييز عنصري واستمر لمدة 100 سنة وبعد انتهاء النظام تمييز العنصري يكسر عندك نوع من أنواع السياسية الإجرائية الحدود الانتخابية لبعض المقاطعات عدد صناديق الاقتراع اللي بتوفرها ببعض الأماكن خاصة أماكن تبع السود بيكون أليل بحيث أنك تحد من نسبة مشاركتهم بالعملية السياسية البنوك إلى سياسات تمييزية معينة بطريقة أعطاء القروض سواء قروض سكن أو قروض أعمال وتجارية للسود مقابل البيت في كثير فرق ففي عندك سياسات تمييزية معينة لما تزال مستمرة ومن هنا تأتي قضية أن السود لسا ما وصلوا بالمجتمع الأمريكي لمرحلة تكافؤ الفرص الحقيقي وهنا بحاجة لدفعة بهذا النجاح